بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء طلاب عائلة أكاديمية الخمم الطبية أهلا بكم في كورس الفيزيولوجي اليوم ما رح نتكلم على الترانسبورت ترانسبورت معناتها النقل أكروس عبر سيل ممبرين غشاء الخلية طبعا هاي المحاضرة تعتبر المحاضرة الثانية والبارت الأول طبعا هذا الموضوع وهي اللي يعتبر من أهم المواضيع ومن أهم المواد ومن أهم المحاضرات اللي تعتبر أساسية في مادة الفيزيولوجي أنه يعتبر المحاضرات اللي تبني عليها أساس من المواضيع المهمة جدا لذلك احنا رح نركز عليها وكذلك رح نقسمها إلى بارتات تقريبا إلى ثلاثة أجزاء حتى نفتهمها ونفصلها بالتفصيل لأنه أصلا الخلية شلون تشتغل الخلية الخلايب الجسم تعتمد على انتقال المواد انتقال المواد من داخل الخلية إلى خارج الخلية ومن خارج الخلية إلى داخل الخلية بس المواد مو بس السبستانس وإنما الأيونات الأيونات أيضا تنتقل من الداخل إلى الخارج وبالعكس وهذا انتقال المواد خروج المواد ودخولها يحدث عبر السيل ممبرين غشاء الخلية في ديج المحاضرة تكلمنا على السيل ممبرين قلنا مين يتكون قلنا ثلاث مكونات أساسية السيل ممبرين هو شنو هو البروتين 55% والليبد 42% والكاربوهايدرويت وقلنا البروتين أكو نوعا أكو انتقرى البروتين وأكو بروفرال بروتين وقلنا كل واحد شنو الفونكشن ماته وخذلك قلنا الليبد الليبد عندنا فوسفوليبد اللي يشكل لي 25% وعدنا الكوليسرول اللي يشكل لي 13% هاي كنا ذكرناها في المحاضرة السابقة أما اليوم رح نتكلم على الموضوع الثاني وهو الترانسبورت أكروز سيل ممبرين انتقال المواد والأيونات عبر غشاء الخلية اوكي أنا أخوكم وزميلكم دكتور يوسف عباس حسن خريج كلية الطب جامعة بغداد تعداد القادمة رح تكلم على سيل ترانسبورت بروسسز بروسسز عمليات سيل ترانسبورت نقل الخلوي اوكي طيب احنا في بداية الأمور أريدكم تحطون فتشي في بالكم ومخطط في بالكم انه احنا عمليات النقل من خلال السيل ممبرين الصير اوكي من خلال غشاء الخلية طبعا احنا عدنا بشكل رئيسين عدنا قسميا عدنا اكتوفي ترانسبورت وعدنا باسفي ترانسبورت تذكرون من قلت لكم اكتوفي ترانسبورت يعني شنو النقل الفعال يعني شنو يعني هاي الايونات او المواد اللي تطلع والطب من والى داخل وخارج الخلية تحتاج الى طاقة انرجي مصدر طاقة خارجي اوكي معناها اكتوفي الباسف بروسس الباسف من اسمها باسف يعني لا تحتاج الى طاقة يعني عملية دخول المواد او خروج المواد من والى داخل وخارج الخلية لا تحتاج الى طاقة اوكي وانا ما تعتمد عليه طاقة الجزيئات المنتقلة نفسها لا تحتاج الى اي تي بي او صرف طاقة من مصدر خارجي اوكي هاي النقطة الاولى طيب نجي الان الى الباسفي ترانسبورت الباسفي ترانسبورت يعني النقل اللي ما يحتاج طاقة هنانا راح ينقسم لقسميا اوزموزز وديفيوجين راح يستمعون بهاي المصطلحات دائما وما تفرقون بياناتهم عندنا الاوزموزز يقصد بي التناضح والديفيوجين يقصد بي الانتشار شنو الفرق بين هذا وهذا الاوزموزز هو عملية انتقال جزيئات الماء جزيئات الماء من مناطق التركيز العالي الى مناطق التركيز الواطئ هاي الاوزموزز يعني شنو؟ يعني انا عندي منطقتين اوكي او عندي داخل الخلية وخارج الخلية داخل الخلية عندي جزيئتين ماي وخارج الخلية عندي عشرين جزيئة ماي اوكي فمنه منطقة ذات التركيز العالي العشرين اللي هي برا الخلية منه منطقة ذات التركيز الواطئ اللي هي الانتراسيليلر داخل الخلية لذلك الماء جزيئات الماء شوفوا ما قلت جزيئ يعني الايونات او الاذر سبستانس لا قلت فقط خاص بجزيئات الماء تنتقل من العشرين من الجزء الاكسرا سيليلر خارج الخلية الى هاي الجزائتين الى داخل الخلية ينتقل من التركيز العالي الى التركيز الواطئ حتى تتساوى التراكيز بين المنطقتين اوكي يعني الماء ينتقل من الجزيئات الماء تنتقل من التركيز العالي الى التركيز الواطئ حتى تتساوى التراكيز في المنطقتين هذا الاسموزز يخص جزيئات الماء اوكي طيب نجح الآن الى الدفيوجين الدفيوجين معناه انه انتشار هنا يقصد بالتعريف مادة انتقال جزيئات المواد الاخرى او انتقال الايونات من المناطق ذات التركيز العالي الى التركيز الواطئ اذا شنو الاسموزز مختص فقط بجزيئات الماء اما الدفيوجين فمختص في الايونات وكذلك مختص في الجزيئات المواد الاخرى يعني مو الماء لكن نفس المبدأ انه انتقال من التركيز العالي الى التركيز الواطئ حتى تتساوى التراكيز يعني مثال داخل الخلية عندي مثلا ايونات تركيزها اثنين وخارج الخلية عندي تركيز ايونات عشرين شوفوا ما قال التركيز الماء قالت ايونات يعني الدفيوجين مختص بالايونات والمواد الاخرى اوكي طيب فاذن الايونات تركيزها بره عشرين خارج الخلية وجوه اثنين فاذن تنتقل من العشرين الى اثنين من التركيز العالي الى التركيز الواضي تنتقل تنتقل حتى تتساوى التركيز الأصمويات المتêuこん َ ولا تحتاج طاقه وانما تحتمد على مناطق التركيز العالي الى مناطق التركيز الواضي طيب ننجي الى الـ Diffusion الـ Diffusion بي نوعين و بي Facilitated Diffusion شنو الفرق بين الـ Symbol Diffusion و الـ Facilitated Diffusion احط ملاحظة ببالكم انو انا عندي مواد بيها صفات معينة او جزئات او ايوانات بيها صفات معينة رح تدخلي الى داخل الخلية وتخرج عن طريق الـ Symbol Diffusion اوكي و رح نعرف شنو هاي المواد و شنو خصائص هاي المواد اللي نصير بها Symbol Diffusion Symbol Diffusion معاتها الانتشار البسيط اوكي طيب رح نعرف بسلادات القادمة شوية شوية وضع واكو بعض المواد بها خصائص معينة انو ما تنتقل بالـ Symbol Diffusion وانما تنتقل بالـ Facilitated Diffusion و كذلك رح نعرف شنو هاي الخصائص اوكي طيب طيب الواحد يقول شنو Facilitated Diffusion يعني عملية نقل مواد او ايوانات بواسطة اكو فدواسطة قاعد تنقل اوكي اكو فدواسطة قاعد تنقل لهاي المواد اوكي هاي افتهمناها نجي الان بعد قنطب شوية تفاصيل اكثر Symbol Diffusion المواد بخصائص معينة رح نتكر هاي الخصائص بسلادات القادمة ما رد ادوقكم بسلاداتكم الفكرة العامة Symbol Diffusion المواد اكو مواد معينة قاعد تدخل عن طريق يعني تدخل الى داخل الخلية وتخرج الى خارج عن طريق Symbol Diffusion بطريقتين لو تدخل عن طريق Libid Bilayer اوكي لو تدخل عن طريق قانوات بروتينية دكتور ما افتهمنا شوف هاي الصورة اذا هذا هو Symbol Diffusion لو تدخل المواد عن طريق Libid Bilayer هاي طبقتين الدهون المفسفرة تذكروها تدخل هنا كفتفتحات ثقوب صغيرة بين هاتين بين اللير تدخل هاي المواد عن طريق Libid Bilayer او تدخل المواد عن طريق channels هاي تذكرون هذا قلنا هذا integral protein هذا البروتين ممكن يعمل لعمل قنوات channels اوكي فاذا اكو مواد معينة بخصاص معينة تنتقل عن طريق Symbol Diffusion عن طريق طريقين لو مباشرة عن طريق Libid Bilayer طبقتين الدهون المفسفرة لو عن طريق قنوات بروتينية اوكي اذا هاي الملاحظة الاولى العامة لسه شوي شوي نبدي نطب التفاصيل اوكي طيب اما بالنسبة بالFacilitated Diffusion شنو الFacilitated Diffusion هذا هو هنانا انه المواد معينة ذو خصاص معينة ما رح تدخلي مباشرة عن طريق اللي بدبالير او عن طريق القنوات وانما تدخلي الى داخل الخلية عن طريق حامل عن طريق بروتينات ناقلة حاملة يعني هاي البروتينات مثل النواقل موجودة على السيل الممرين تشلب بالماد دالير انقلها واتدخلها يسموها carrier protein بروتينات حاملة بروتينات تحمل الجزئات والايونات اللي اريد ادخلها الى داخل الخلية اوكي مو مباشرة فاتت منها او عن طريق القناة لا وانما احتاجت الى حاملة احتاجت الى سيارة مثل ما نقول سيارة تنقل من نانا من داخل الخلية او من خارج الخلية الى داخل الخلية لشأن هاي المادة بها خصاص معينة تخليها انه مطبع عن طريق السيمبل ديفيوجن وانما عن طريق الفاسيليتيت الديفيوجن يعني لازم اكو ناقل خاص بهذه المادة ناقل خاص بهذه الايونات يشلب بها ويدخلها الى داخل الخلية ومثل ما قلنا انه السيمبل ديفيوجن والفاسيليتيت الديفيوجن هنه لا يحتاج الى طاقة هو passive transport اوكي طيب بينما نجي الان الى active transport الactive transport هنانه يحتاج الى طاقة هاي النقطة الاولى النقطة الثانية انه الغيوفي ترانسبورت هو عملية نقل المواد من المناطق ذات التركيز الواطئ الى المناطق ذات التركيز العالي عكسي الباسفي ترانسبورت وعكسي الديفيوجن والعزموزيز انذ ولكي قلنا من التركيز العالى الى التركيز الواطئ اهنان لا هنانا în active transport من التركيز الواطئ الى التركيز العالى يعني مثلا عنده ايونات تركيزها 200 داخل الخلية وخرى الخلية تركيزها 20 الأيوانات تبدأ تتحرك من الثنين إلى خارج الخلية وهنا نتيجة لهذا الشي إنه أنا إذا أطلع من برا إلى جو من مناطق التركيز العالي عفوا من الواطق إلى العالي رح أصرف طاقة رح أصرف فلوس يعني أنا إذا أصرف فلوس وإذا أصرف طاقة حتى أطلع الأيوانات من التركيز الواطق إلى التركيز العالي هاي مختصر للأكتف ترانسبورد خلوا نروح نشوف هاي الصورة طبعا دكتور هاي المواد شلون قاعدت عن طريق كاريير بروتين يعني الأكتف ترانسبورد هم يحتاج طاقة وهم لازم أكو كاريير بروتين وهم لازم من التركيز الواطق إلى التركيز العالي هنانا من التركيز الواطق إذا أطلعها إلى التركيز العالي طيب نجي الآن على هاي الصورة ونشرح عليها دكتور شنو الفرق بين الدفيوجين والأكتف ترانسبورد أوكي شنو الفرق بين الدفيوجين لا يحتاج إلى طاقة والأكتف ترانسبورد يحتاج إلى طاقة أوكي طيب دكتور شنو الفرق بين السيمبل دفيوجين والفاسيليتيتد دفيوجين هاي الفرق بيناتهم أكو أولاً أو جه تشابه التشابه أنه الثنيناتهم الفاسيليتيتد في السيمبل دي صيراً انتقال المواد من التركيز العالي إلى التركيز الواطق هاي الشيء المشترك بيناتهم شنو الاختلاف أنه دكتور المواد المعينة دي صير عن طريق السيمبل دفيوجين بيها خصاص يعني الآيونات والمواد أكو فتخصاص معينة رح تنتقل إلى داخل الخلية عن طريق السيمبل دفيوجين أوكي يأما دايركتلي مباشرة عن طريق اللي بتباي لير أوكي غشاء الخلية أو عن طريق قنوات شنو يعني هنا بالسمبل دفيوجين ماكو كاريير بروتين أكو شنو بروتين قنوات وأكو مباشرة بورس فتحات باللي بتباي لير بينما الفاسيليتي دفيوجين لا والله ماكو دايركتلي ولا أكو قنوات وإنما أكو حاملات كاريير بروتين بروتين ناقل بروتين حامل يحمل المواد من خارج الخلية إلى داخل الخلية واثنيناتهم ما يحتاجون طاقة أوكي طيب دكتور شنو الفرق بين الفاسيليتيت الدفيوجين والأكتف ترانسبورد ها أكو وجه تشابه إنه ثنينات الفاسيليتيت والأكتف يحتاجا كاريير بروتين يناتهم يعني ما يحتاج قنوات أو أداركتلي عن طريق اللي بدها يحتاجا كاريير بروتين لكن شنو الاختلاف أنه الفاسيليتيت ما يحتاج إلى طاقة يعني هذا الكاريير بروتين دي يعمل لي وما يحتاج إلى طاقة بينما الأكتف ترانسبورد الكاريير بروتين ما تحتاج لي إلى طاقة هاي النقطة الأولى الكاريير بروتين دي ينقل المواد من التركيز العالي إلى التركيز الواطئ هنانا لكن هنانا بالأكتف ترانسبورت لا الكاريير بروتين ده ينقل المواد من التركيز الواطئ إلى التركيز العالي يعني الفرق بين الفاسليتيت الدفوجين والأكتف ترانسبورت هو شنو؟ هو باللي فاسليتيت أكو كاريير بروتين لا يحتاج إلى طاقة حتى يشتغل بينما بالأكتف لا والله أكو كاريير بروتين حتى لكن هذا الكاريير بروتين يحتاج إلى طاقة أوكي؟ بينما السمبل الدفوجين أصلا ماكو كاريير بروتين ولا اكو طاقة متفقين طيب اذا هذا الشرح افتهناه قلنا اكتف ترانسبورد وقلنا باسف ترانسبورد اوزموزز هذا ما رح اشرح بها المحاضرة وفو على صفحة لكن قلنا هذا الشي يخص الماء احنا شرحنا على وقلنا سمبل عن طريق بروتين شنالز قنوات او عن طريق طريقين قلنا يعني عن طريق شنالز بروتين قنوات بروتينية وعن طريق ال مباشرة عن طريق الغشاء الخلية والفاسليتيتد قلنا هو عن طريق يحتاج كريير بروتين حوامل من داخل يعني داخل السيل ممبرين موجودة تنقل المواد من تركيز العالي الى التركيز الواطي اوكي بينما الاختف ترانسبورد شرحنا قلنا يحتاج كريير بروتين لكن يحتاج الى طاقة ومن مناطق التركيز الواطي الى مناطق التركيز العالي اوكي طيب يجي واحد من الطلاب يسأل دكتور انت قلت ابتها هذه الطرق من ناطق لابدت اللي عدتت لنا وهناها significa والفاسليتيت والاكتف ترانسبورد وقلت نيجي واحدة تحتاج كريير وبروتين دكتور يا مادة تنتقل عن طريق هذا الطريق يا مادة تنتقل عن طريق هذا الطريق ويا مادة تنتقل عن طريق هذا الطريق كان كل مادة او كل جزيئة او كل عيون بخصائص وهاي الخصائص مادة هي اللي رح تعدد لي انه هذا الجزيئة رح تنتقل اما عن طريق السيمبل ديفيوجين او عن طريق الفاسيليتيت الديفيوجين اوكي طيب اكو بعض العوامل والخصائص لكل جزيئة رح تحدد لي هذا الشيء اولاً السايز الحجم مالتها حجم الجزيئة صغير لا كبير هاي النقطة الاولى النقطة الثانية الشحنة مالتها موجبة سالبة طيب وكذلك السوليوبوليتي السوليوبوليتي معناتها الذوابانية ذوابانية الجزيئة هل هي تدوف الدهن هل هي تدوف في الماء اوكي هاي نحطها على صفحة فيبان طيب نحط فيباننا نذكر انه السيل من برهم شرحناها قلنا الطبقتين من الدهون المفسفرة هي الفوسفوليبيد هي الطبقة اللي بتبعي ليار هي دهنية تذكرون هي دهنية وهي المسؤولة الفوسفوليبيد ليار هي المسؤولة او اللي بتبعي ليار هي المسؤولة على على السماحية على النفاذية يعني هي بكيفها هي اللي رح اتعدد انه هاي المادة تمتلك هايش خصاص تعايفوتش من هاي الطريقة هاي المادة تمتلك هايش خصاص مات تروح تفوت من ذاك الطريق اوكي طيب نجي الى هاي الخصاص اولا اذا كانت المادة lipid soluble or water soluble شنو يعني اذا كانت المادة lipid soluble يعني تذوب في الدهن هاي المادة اذا تذوب في الدهن رح تعبر مباشرة من خلال lipid bilayer هي طبقة دهنية والمادة اللي تذوب بالدهن رح تجي تذوب هاي الطبقة وتعبر مباشرة اوكي اذا اول شغلة نحطها ببالنا انه المادة اللي تذوب بالدهن تعبر مباشرة من خلال lipid bilayer directly اوكي ومو بس هيجي يعني لازم هاي المادة اللي تذوب بالدهن lipid soluble molecule لازم تكون small صغيرة اذا اذا كانت المادة small molecule or ion صغير حجمها حجم الجزئة صغير و lipid soluble يعني تذوب في الدهن اوكي شنو معناها معنات انه هاي المادة رح تنتقل عن طريق simple diffusion عن طريق directly through lipid bilayer اوكي هاي النقطة الاولى بنحطها على صفحة نجي الان اذا كانت المادة لا تذوب في الدهن وانما تذوب في الماء يسموها water soluble اوكي يعني تذوب في الماء طيب هاي المادة اللي تذوب في الماء تجي هنانا هي تذوب بالماء ما تذوب بالدهن وهاي الطبقة دهنية اذا ما تقدر تعبر مباشرة من نانا وانما هاي المادة اللي تذوب في الماء رح تعبر عن طريق simple diffusion لكن عن طريق شنو protein channels القنوات البروتينية اذا مو بس لازم تكون ذائبة في الماء لازم تكون صغيرة small size وذائبة في الماء تعبر عن طريق protein channels قنوات البروتين يعني اذا كانت المادة small واذا كانت libit soluble يعني شو اللي بتذوب في الدهن مين تعبر عن طريق simple diffusion ايه بعد مين اكو طريقتين بال simple diffusion هاي المواد تعبر عن طريق directly through libit balair مباشرة ليش ان هي تذوب بالدهن وطبق السل اللي بتذوب بها وتعبر هاي النقطة الاولى النقطة الاخرى اذا كانت المادة small molecule لكن water soluble molecule تذوب في الماء ولا تذوب في الدهن شنو راح تعبر راح تعبر عن طريق simple diffusion ايب يا طريقة طريقة البروتين channels القنوات البروتينية اوكي هاي افتهمناها اما دكتور اكو مواد large molecule كبيرة ومو بس large molecule وانما water soluble يعني هم لا تذوب في الدهن لكن large هنا ما تعبر عن طريق القنوات ليش لان القنوات لها حجم معين المولكيول الجزئات الكبيرة ما تعبر من خلالها وانما هاي المواد الكبيرة large molecule والمواد هم لا ارجعني وهم لا تذوب في الدهن وتذوب في الماء تعبر عن طريق facilitated diffusion عن طريق carrier برووتين خاص بها المادة خاص بها الجزئة يجي يتشلب بيها وينقلها الى داخل الخلية اوكي هاي الامور هي كمختصر مفيد كجينيرال فيو اوكي استفتهمناها شلون قلنا اذا المادة صغيرة مين تعبر واذا كبيرا مين تعبر واذا ذائبة في الماء واذا ذائبة في الدهن اوكي طيب وبالمسلادات القادمة رح نجي ونفصل نقطة نقطة حتى تفتهمون اكثر اوكي الconcentration gradient شنو concentration gradient الconcentration gradient شيقصد بي هو اختلاف اختلاف تراكيز الجزئات بين منطقتين اختلاف التركيز الجزئات بين منطقتين يعني شلون يعني اثنين هاي هاي داخل الخلية وهذا خارج الخلية بسا الجزئات اللي نفترض هاي جزئات او ايونات بشكل عام هاي الجزئات تركيزها برا الخلية اكبر من تركيزها داخل الخلية ليش لان تركيزها هنا اربع جزئات بينما هنا اكثر من خمس جزئات اوكي فاذا هذا الاختلاف بالتراكيز يطلقون علي concentration gradient اوكي يعني اختلاف التراكيز او اختلاف تراكيز الجزئات بين منطقتين بين المنطقة الاولى اللي هي intra cellular area وال extra cellular area اوكي يعني هذا اريدكم تفتهموه لان راح نحتاجه بعد شوية شنو concentration gradient او شنو energy gradient يعني شنو يعني اختلاف بالتراكيز بين منطقتين اوكي طيب الدفوشن قلنا انه شنو الدكتورة قلت لنا الدفوشن هو انتقال الجزئات من التركيز العالي الى التركيز الواط اذا movement حركة from higher concentration من منطقة التراكيز العالية اوكي of solute يعني solute يعني المواد المذابة اوكي يعني ايونات جزئات انتقالها من منطقة التركيز العالي الى منطقة التركيز الواطي to equalize حتى يعادل حتى يساوي solute concentration تركيز الجزئات بين المنطقتين اوكي اوكي احنا بدا تشوفون هنا تركيز الواطي وصار دفوشن شوفوا طبت الجزئات حتى تعادل شوفوا طبت الجزئات حتى تعادل طيب لهنا انا خلص الجزء الاول من المحاضرة الثانية انتقال المواد والايوانات عبر غشاء الخلية الخلية طبعا طلاب اي سوال عدكم اي استفسار انا حاضر ان شاء الله على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا على التليجرام اسألوني اي شيء تحبون اي شيء ما فزهمتو اي شيء مواضح عدكم وان شاء الله انتظرونا بالبارتات الاخرى حتى تفتهمون الصرحتكم الامور الواضحة شكرا جزيلا مع السلامة